أهلا وسهلا فيكم عزيزين مشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم المفضل والجديد كيف المفضل وجديد؟ ما هو هو نفسه القديم بس إيش جديد واللي قررت أسميه ترند المسخرة بايرين ميونيخ جلدنا بثمانية صار له أكثر من أسبوع ولله الحمد بعدنا ترند والأخبار كلياتها عن برشلونة فبرشلونة ترند والمسخرة هو برشلونة فترند المسخرة أنت تتكلم قد يعني فيه اسم ثاني إذا بتحبه أسميه أسميه ترند برشلونة ما أتوقع أنه برشلونة رح ينزل عن الترند احتمال تخلص 2020 وإحنا بعدنا ترند وبعدهم بتمسخروا علينا شكرا بارتميو شكرا برشلونة الإشي الوحيد اللي مستفيدوا منهم أنه بجيبوا لي سيناريوهات وهي جايبين لي سيناريوهات طويلة الأمد ما شاء الله تبارك الله خلينا نبلش فيش اسمه فياش فيش أبرز عنوين بلش في الحلقة قبل فترة يا جماعة نطلع خبر بيقول إنه وكيل أعمال رونالدو يعرض اللاعب على نادي برشلونة لأن إدارة اليوفي لم تعد تتحمل راتب اللاعب مستحيل تتسدق صح؟ لأنه يعني برشلونة ورونالدو خطان لا يتقوقلان أبداً ولكن برشلونة وزلم ختيار خطان يتقوقلاني جداً كثيراً والله فلا أستبعد شراء برشلونة لرونالدو آه لا أستبعد فيش شيش مستحيل عند برشلونة إذا جدك عايش يا معلم دير بالك علي ناصر لخليفي يصدم برشلونة صدمة كبيرة ويقول لنبيع نمار أوي صدمتني يعني بعد ما برشلونة خسر ثمانية أكيد نمار نفسه لو يعرض عليه مليون ليرا مليون ليرا إيش لو يعرض عليه بلاوي زرقة ما رح يرجع لبرشلونة لأنه برشلونة فيه أزمة مالية أزمة اقتصادية أزمة نفسية أزمة مالية اقتصادية نفس الإشي المهم برشلونة فيه أزمات فبروح بناصر لخليفي بعد يعني في ضم الأزمة هاي بيطلع وبقول بريس سنجرمون لن يبيع نمار لبرشلونة وأنا طلعت صرحت هذا التصريح بعد خسارتهم في ثمانية عشان أزيد عليهم الطين بله بكره برشلونة يا جماعة ما بطيق برشلونة ما بتعرف ليش يعني ها إيش مالك بتعرف أسمع بتعرف إذا بحطك في راسي بخليك تحلم تأخذ بطول الدورة بطالة أوروبا فلا تستفزني لأنه أنا اللي مصبرني عليك شغلة وحدة بس وإنت عارف إيش هي الشغلة صحف البيئن سبورتس ما يتدوله العالم من خبر فتح قنوات البيئن مجانية لمدة عام في حال فاز بريس سنجرمون في دورة أبطال أوروبا هو إشاعة بس يا مالك ها ظل لنا ها ظل اللي كان مصبرني عليك رسميا بريس سنجرمون بطن لدورة أبطال أوروبا لأنه أقوى من بايرمينخ وصفوفه منظمة دفاعه أقوى حارسه أسطوري نفاز العظيم نفاز لا يا الكعبت خط الوسط أسطوري هجوم يتكون من إنبابي ونيمار يا رباه شو قال محمد عدنان؟ رعب الفضائل المتنزل يما بريس سنجرمون شو راح يسوي في بايرمينخ يما راح يفرطهم فرط وهاي راجعني فيها هاي راجعني فيها بريس سنجرمون راح يمسح في كرامة برشلونة أو كل ما حدي يمسح في كرامة حدا برشلونة بريس سنجرمون راح يمسح في كرامة بايرمينخ الأرض هذا الخبر صلوا خمس سنين تقريباً سبحان الله عمره مالخلاف يطلعوا نفا ما في صحف يطلعوا نفا بس لما وصلت النهائي طلعتوا نفيتوا ها هروب تاكتيكي هذا اسمه بحكوله أكبر صفحات نادي يوفينتوس على الفيسبوك وتويتر تنشر كريم بنزيمة يتغزل بالسيد العجوز بعد نشر فيديو له على الإنسجرم وهو يلعب في كرة مكتوب عليها شعار اليوبي عشان كريم بنزيمة بلعب في طابق بالرجل مرسوم عليها شعار اليوبيتوس فهو يتغزل باليوبيتوس تعالوا اشتروني بحبكم يا يوبيتوس ذاكر أنا في هالزمنات من الجفاف اللي كان عنا كنا بس نيجي نقطع كنا نستنى البنت عشان تيجي تقطع من الشارع فإحنا نكون ايش من الجهة لجنبها فالشارع يعني الصعيد أكيد البنت ده تطلع تشوف إذا فيه سيارات جاي فهي البنت مثلا تكون ماشية فجأة تطلع تشوف إذا فيه سيارات جاي عشان تقطع إحنا نكون نتطلع علي زيهاك وبعدها طلعت علي والله طلعت علي شوفت كيف طلعتها بتحبني شوفت كيف طلعت علي ما كانت تطلع الشارع عشان تشوفت لا كانت طلع علي كان بتحبني وبعدين أنتم مبسوطين أنه كريم بن زيمة يتغزل بكم بعد الغزل شوفي بعد الغزل نورة هيجي شو اسمه خلينا ساكتين بلاش الحلقة تصير زيها 18 وبعدين كريم بن زيمة باقي ويتمدد في ريال المدريد ليش ما يكون هو بتغزل فيكو؟ بدو يشتريكو مش عاجبو يكون رئيس نادري المدريد بس بدو يرأس ناديين يا صديقي عادي يا عبد آه كريم بنزيمة بطلع منه كل شي وليان بعد انتقاله للأرسنل لقد حققت كل شيء مع تشيلسي إلا بطولة دور أبطال أوروبا واتيت للأرسنل لكي أحققها وبس وبس هي هاي الأخبار يا عزيز المشاهد تخيل معي أسبوعين تقريباً ولا أسبوع ونصف والأخبار كلياتها هاي بس يعني 30% الأخبار كانت شو 30%؟ 10% كانت أخبار وتسعين بالمئة برشلونة مسخرة برشلونة أخبار برشلونة مش عارف مين رعى برشلونة مين أجعى برشلونة مين برشلونة يتدمر برشلونة يتدهور فإحنا بدنا نكمل الحلقة اعتبروها مو حلقة أخبار اعتبروها حلقة فضفضة خلينا نرجع لبداية مباراة برشلونة مش بدايتها قبل البداية في الإحماء لما دخل كيكي ستين هو الطاقة متابعه وبلشوا يأخذوا سيلفي إنهم في ربع نهاية دورة ربع نهاية ولا نصف في ربع نهاية دورة أبطال أوروبا ومبسوطين كثير إنهم رح يلعبوا ضغبها المنخ آه والله مبسوطين اتخيل أنت جيب مدرب هو بأخذ سيلفي إنه والله هو في دورة أبطال أوروبا اخسرنا ثمانية اثنين رقم الثمانية اللي مش مفارقنا اللي صار في كل مكان أشوفه أنا شاف في الكاميرا رقم ثمانية بعد المباراة ميسي رفض منح قميصه لنجم باير ميونيخ ونجم باير ميونيخ كتير زائد اللهي اللهينا اللهينا كويس يعني بتحب المسبة واعد خسران ثمانية جاي بتطلب قميصه بعدها بطلع كمش وبطلع هذا مش عارف شو اللاعب الوضع تاع برمينخ وبيحكوا إنه إحنا كنا وسطين في خسارة برشلان في ثمانية وما زعلنا على ميسي ولا تأثرنا أصلا الحق مش عليكم الحق على الصحفي المتخلف اللي سألكم في صحفي متخب تسألهم هل أنت زعلان إنه والله ميسي خسر ثمانية يعني أنت رو تيجي علي وتقول لي والله هل أنت زعلان إنه رونالدو خسر الكرة الذهبية إيش داك ولك أنا إيش داك وبعد ما اخسرنا بالثمانية صفحات الكتالونية طلعت وحكت إنه الثورة بدأت من الآن وسوف تحدث في أقرب وقت أول يوم راح ثاني يوم راح ثالث يوم راح رابع يوم رسمياً إيقالة كيكي ستين بدري لا ولكو خلوها بعد شهر في نادي مش حالف شو اسمه يوفينتوس يمكن المدرب جابي لهم الدوري وبس خسروا في دورة أبطاله وربا من ليون وروحوا بنفس الليلة يعني ما بات مان�� في النادي هيعوو كيف هيك بيعاملوا المدرّبين يعوو رسمياً برشلونة يؤلن التعاقد مع كومن الهولندي لعب برشلونة السابق تلميذ يوهاني كرويف على أساس بارف دي كان تلميذ الأخضر بالريش ما كان تلميذ يوامي كرويف يعني من متخلف لمتخلف لمتخلف هاي هي سلسة برشلونة و المشكله إنه منعهد så لهاسة ثمن مدرّبين ثمانية فيعني إحنا أكلنا قصف حتى لو شو اسمه؟ حتى لو تعقدنا مع مدرب، تحياتنا إله. ولكن يعني الإشي اللي خلانا نتفاعل إنه من أحد الشروط، هو ما كان بده يجي، كان بده يظل يدرب هولندا، هولندا، ومن أحد الشروط بتاعته إنه يكون بيتحكم وإله كل الصلاحية، فإنه يطير اللي بده إياه من النادي، بدناش تجيب، بدناش تجيب، يجب أن يطلع من النمسية. المهم كان عطوء يعني حكالهم إذا بتوافقوا إنه أنا يكون إلي الصلاحية. أطلع العصابة أو البقرات المقدسة، فشو اسمه؟ أنا موافق، وفعلاً أعطوه الخيار وقالوله تفضل معلمي. لك جميع الشو اسمه، دراكا. وفعلاً أول خبر طلع بعد ما كومان استلم التدريب هو برشلونة يعرض جوردي ألبا في سوق الانتقالات الصيفية، وقيمة كسر العقد هي 500 مليون يورو. لبست كومان النادي، ولبستنا؟ إحنا ملابسين من زمان، لبست كومان النادي، وأجا تحططه في بوز المدفع عشان هو اللي يوكل مسبات، هو اللي يوكل الشتائي، مش الإدارة ولا اللعيب. ها شمالكو؟ هاي كومان أجا ويعمل ثورة، هاي نعرض ما ألبا على السوق الشسم والسوق المفتوح ب 500 مليون يورو. ولك جوردي ألبا ما ما أشتريه في خمس لرات ما أشتريه، والله في خمس لرات ما أشتريه، والله، خمس لرات ما أبيعرف فيه لعب، مار لاعب تسحب ما أبيعرف فيه لعب، رسميا سواريز إلى آيكس، هاي أخبار موفوقة رسميا 100%، والنادي أخبار سيرجي وروبيرتو وبوسكيتس بأنهم يدوروا على نادي جديد، كومان جاي يقلب إم الإعصابة ويطرهم كلهم برا، راكيتيتش رسميا إلى إشبيليا بتسعة مليون يورو، تسعة مليون؟ تسعة مليون؟ تسعة مليون؟ الله لا يوفقه، الله لا يوفقه إلهي، طبعا كل الأخبار هاي طلعت وبرشلونة قلب وقال لك خلاص هتوره ومش عارف شو، بعدها ميسي قرر يجتمع مع كومان لحتى يشوفوا وضع النادي، الصحف طلعت وقالت كومان بجتمع مع ميسي، يعني في قرارات مصريح، يعني في ناس راح يطير، في ناس أصدقاء ميسي راح يطيرو، أمثال سوريز يعني خلاص، بحي الإصابة، بحي البقرات المسدسة، بحي البقرات المسدسة، انا مش فعي انت مين؟ انت مين؟ انت ايش بدك؟ يعني ميسي دي ترك النادي ميسي يترك برشلونة والله يعني شو راح نسوي بعد ميسي يترك برشلونة؟ مين؟ مين؟ عشان البقارات المقدسة يعني إذا بيظل ميسي يعني برشلونة راح يظل يوكل 28 و 29 و 100 إذا طلع ميسي برض راح نوكل 590 و 20 و 100 اللاعب الوحيد اللي تفاهم مع إدارة برشلونة وحس إنه هو عالي على إدارة النادي برشلونة أو حس إنه عالي على برشلونة وعلى جمهور برشلونة هو الرئيس بيكيه بيكيه طلع وقال قال إذا الموضوع واقف علي أو التغيير واقف أنه أنا والله أطلع أنا أول اطلع إيه فالإدارة طلعت وقالت صرحت بيكيه لن يرحل بيكيه سوف يبقى لأنه من الصعب أن تجد مدافع بقيمة بيكيه أقوم أضرب نفسي بالرصاص؟ ليه هاي ذانك يا جحة أنا ذاني هاي ذانك يا جحة جبتو كومن ليش؟ تطلعوا بأخبار أنه رح يعمل ثورة؟ ليش؟ إحنا بس قالنا الثمانيين باير مينيخ وأول خبر طلع يعني بعد دقيقة من الخسارة يجب أن يحدث ثورة من صفحات كتالونيا ومن جمهور كتالونيا وجمهور كتالونيا طلعوا واحتج قلنا خلاص شكراً باير مينيخ لأنكم فقعتونا ثمانية سوف نبدأ في الثورة برشلونستا باقي على العهد وفي للأبد أش رد حسن لك؟ والله العظيم أش رد حسن لك؟ فكك من هيك نادي وأنا أول الشاردين لأنه يعني رح نوكل فضائح أكثر من الثمانية وتخيّل الثمانية مثلاً أنتو كلها مريا المدريد؟ ها تخلصنا من لسانهم ما رح تخلص وشافين كل هاي الضجة وكل هاي الأخبار وبرشلونة ورائع جاي يمين يسار؟ بطلع أرثر ميلو بسوق السيارة وهو مخمور وبيعمل حادث وبالقاء القبض عليه إحنا ملناش دخل آضليع باليوفنتوس طبعاً ميسي بعد ما طلعه وصرح أنه البقارات المقدسة هاي محدش يلمسها عشان أنا مطلعش من النادي صارت الإدارة ترن عليها وميسي يتجاهل اتصالات النادي أو الإدارة أنتو بس بعتين واحد من الإدارة قدام الصحفي هذا أو قدام الصحفية خلينا رنها ميسي أشوف شو صار معاه بخصوص الرد يا ميسي رد يا زلمي ما احنا اتفقنا نحن الثورة في النادي يا ميسي يا الله بردش ميسي يا جماعة شكله بده البقارات المقدسة يعني المشكلة مو من عنا لبس لميسي عشان الجمهور بحب ميسي ما رح يعمل يا ولد الكالب انت أنا موسك حقير وبهيك ما تكون انتهت استنوا انتهت هي حلقتنا لهذا اليوم؟ لا ما انتهت يا ريت انتهت يا ريت إرنيستو فالفيردي يتنازل عن التسع عن التسعة عشر مليون التي كان سيدفعها النادي له وهي قيمة فسخ العقد في عام 2021 من أجل مساعدة النادي هاي ماذرة طيب سلام عليكم موسيقى موسيقى بنا نحنه اسفين يا بالفردي حقق على رأسنا والله كل الحب والإحترام تحياتنا لك وبهيك بتكون انتهت حلقتنا هذا اليوم بس قبل انهي خلينا نشوف مع بعض منشور الأسبوع ومنشور الأسبوع بيحكي انه صفحة بايروميونيخ الخير الرسمية نشرت فيديو لتوقعات مباراة باين ميونيخ ضد ليون والفيديو هو عبارة عن أن نوقف الفيديو وشوف 1-0-2-0-5-2-5-4 زي هيك فواحد من المتابعين وقفت معا النتيجة على 8-2 فخلينا نشوف رد باين ميونيخ على هذا التوقع 8-2 بمباراة واحدة وبدور أبطال أوروبا لا تكن سخيفاً لا تكن سخيفاً عزيزي من المستحيل أن تحدث من المستحيل أن انعنبوا شكلك حط نتيجة 8-2 في التوقعات ما أنت بتقول لا تكن سخيفاً مستحيل أنت يعني إذا بدك تحط إشي منطقي بدك تحط 5-0-4-0-3-0 بتحط نتيجة 8-2 ما أنغشك ما أنغشك ما أنغشك فلا تكن سخيفاً ثاني مرة وتتوقع هيك نتيجة في مباراة 1-2-0-3 لايك وشير إذا عجبتك الحلقة عزيزي المش برشلوني أما البرشلوني فتعال ضيفني على إنستجرام وتعال عيض معاي وضيفني على الفيسبوك لأنني بأعمل بث مباشر يومياً على الفيسبوك ومنلعب فيه ومنتسلف فيه ومنضيع الشغلات اللي صارت معنا وضيفني على القناة الثانية في قناة الآها أنا بحكي مش البرشلوني اضيفوني كلكم بلا مضرطة اضيفوني كلكم اضيفوني على القناة الثانية للألعاب وبس وشكراً لكم كان معكم أخوكم أبو زروال من برنامج ترند المسخرة ترند برشلونة والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى